مرحبا بكم متابعي القناة أتمنى أن تكونوا بخير حالات كثيرة لإحتراق شهداء المغرب خلال الأيام الأخيرة بسبب ارتفاع درجة الحرارة. فحاليا يوجد حريق آخر بمدينة العرائش وتسبب في تهجير عشرات العائلات خاصة التي تقطن في دواوير تازورت والرمل وزعرورة. وتعمل فرق الإطفاء جاهدة لتطويق رقعة الحريق الذي أتى على هكتارات واسعة من المجالات الغابوية. تحاول حاليا أربع طائرات من طراز كنادير تابعة للقوات الملكية الجوية ومروحيات تابعة للدرك الملكي تحويط الحرائق التي انتشرت في مناطق واسعة من إقليم العرائش. وقد تم نقل أزيد من خمسمائة أسرى من مساكنها انطلاقا من عشر دواوير التابعة لإقليم العرائش دائما وقد استطاعت فرق الإطفاء من تحويط 90% من الحريق المندلع بالقرب من دوار الرمل بجماعة الزعرورة. فيما تتواصل الجهود لسيطرة على أربع بؤر نيران نشطة بكل من جماعتين تازورت وابن عروس. حاليا مجهودات فرق التدخل لازلت قائمة لتحويط النيران المتواجدة بهذا الإقليم.